برعاية وحضور عضو تكتل لبنان القوى النائب سامر التوم وفي بادرة لبث الفرح في بلدة القاع أقامت لجنة بيلبقلنا الفرح عشاء قروة في باحة كنيسة مارلياس بالقاع بحضور عدد من الفعاليات وراعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنة رحمة الذي أثنى على هذه المبادرة في جمع أهالي القاع من خلال نشاطات ترفيهية تراثية وحضر الحفل حشد من أبناء القاع وتل العشاء حفل غناء تخليدا لمسيرة العملاق الفنان وديع الصافة أحيا حفيدها لخوان شرب الوجاد الصافة ببيئة من أجمل أغني هذا وافتتحت فرقة هيكل بعلبك المهرجين إذ نقلت سورة لبنان وبعلبك بطريقة حضرية وبلوحات فنية رائعة وأكد النائب سامر التوم أننا نريد البقاء في هذه الأرض فنحن متجذرين فيها وقوتنا بوحدتنا فهي رسالة سلام وفرح وعطاء وحب الفرح يلي هو اليوم شكل من أشكال الصمود وبتعرف الظروف يلي عم تزرع اليأس والأحباط فينا بس نحن ما حدا بيإرادين زعمنا حقنا بالفرح لأن إرادتنا بالحياة أقوى من كل محاولات التدمير والترهيب ولأنوا أنتوا أهل النخوة والعنفوين يلي تعودوا يواجهوا الصبع وبيت وتهربوا منا وتمتهبوها تعودتوا تتحدوا الأزمات وما تخافوا منا والتاريخ الحاضر بيشهد على وقفات أهل بعلبك وبطولاتهم بنعرف سعب كتير يلي عم نعملو بهالظروف الصعبة ومنعرف كمان أليمنا الكبيرة على كل الشهداء والدماء يلي اليوم عم تدافع عن أرضنا الغالية بس تعب وتضحيات وسهر كل فريق بيلبق لنا الفرح ومساهمة بعض الخيرين اللي منشكرهم من كل قلبنا ساعدوا بإنجاح هالمهرجين زرعوا الفرحية والبسمة بقلوبنا جميعا ونفخوا بضيعتنا وبمنطقتنا الحياة نجتمع اليوم لنقول لأهلنا الصامدين بجنوب أنه نحنا معكم عم نقاتل العدو الإسرائيلي ونحنا مثل كون صامدين ويوم اللي منعول مهرجين بالقاع ببعلبك الهرميل منكون عم نتحدى العدو وعم نقل له أنه أنت مش مخوفنا ورح نظل نفرح شو معملت وأنه أنت عم تجرب تزرع الفتنة والتفرق بيننا بس جمعتنا اليوم هي لتأكيد وحدتنا الداخلية وتضامنا كأبناء بعلبك الهرميل وكلبنانيين وأي شي بيصيب أي حدا مننا بيصيبنا كلنا إشارة إلى أن المهرجين تضمن أيضا تحية لكل شهيد يروي بدماءه أرض الوطن ولكل بيت صامت في الجنوب والبقاع وكافة الأراضي اللبنانية إشارة إلى أن جمعية بيلبأ لنا الفرح هي مجموعة من شباب وصبايا من فكر واحد ونهج واحد وهدف واحد وهو جمع العالم بهدف الفرح من خلال نشاطات سنوية متنوعة